لا تكاد تمر ليلة أو يوم في الضفة الغربية إلا وتمارس إسرائيل فيه عمليات هدم وقتل واعتقال بحق الفلسطينيين والتي زادت وطيرتها خلال الأشهر الماضية اعتداءات يؤكد متابعون أن استمرارها قد يؤدي إلى انفجار قريب يشمل كافة الأراضي الفلسطينية واضح أنه فيه سياسة عدوانية إسرائيلية واسعة شاملة تستضل وتحتمي بالصمت الدولي وبالتواطئ الدولي والحماية الدولية هذا هو العدوان الإسرائيلي مستمر وسيعخذ أشكال أكثر دموية خلال المرحلة المقبلة ومع تزايد تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية ومصادرة الأراضي وما يقابلها من هبة شعبية فلسطينية يرى محللون أن غياب الحلول السياسية ستزيد الأمور تعقيدا وأن الصراع سيبقى مستمرا وقف هذه العملية السياسية بهذه الطريقة وعدم إحيائها وأن لا يكون هناك أفق تجاه إحياء عملية سياسية قائمة على قرارات الشرعية الدولية هذا بالتأكيد يؤثر سلبا على كل العملية السياسية برمتها وقد يقتل هذه العملية السلمية وقد ينقل الجميع إلى دائرة العنف الفصائل الفلسطينية حملت إسرائيل مسؤولية تدهور الأوضاع الميدانية في الضفة الغربية مسؤولية كاملة مطالبة بتدخل دولي عاجل لحماية الفلسطينيين كل الحلول الأمنية والاقتصادية التي تحاول أن تفرض قوات الاحتلال باءت بالفشل الشعب الفلسطيني يريد أن تنسحب إسرائيل من أراضي المحتلة عام 67 بما فيها القدس وكل تبعات ذلك تتحمله قوات الاحتلال السلطة الوطنية تقوم بواجباتها في حماية المواطنين وليس بحماية المستوطنين ولذلك نحن نؤكد أن ما يحدث في الضفة الغربية تتحمل مسؤوليته إسرائيل بالكامل كل ذلك يتطلب تدخل دولي من أجل لجب دولة الاحتلال وأن تلتزم بالقانون الدولي الإنساني وتحاول إسرائيل خلق واقع جديد على الأرض لبسط سيطرتها على معظم مدن الضفة الغربية لكن ذلك يواجه برفض فلسطيني على المستويين الرسمي والشعبي الذي بدأ بالتنامي وتكوين خلايا تتصدى لكل الإجراءات الإسرائيلية ازدادت عمليات الهدم والاعتقال والقتل التي تمارسها إسرائيل بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية ومعها تزداد الهبة الشعبية الفلسطينية لمواجهتها ما يعني أن الأوضاع مرشحة للانفجار بصورة أكبر خلال الأيام القادمة عامر الفررى اليوم قطاع غزة